علشان كده العمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهي والنفاق سواء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اللي بيعمل عمل وبيريد به غير ربنا سبحانه وتعالى ملوش حاجة عند ربنا الإمام الجنيد أحد أئمة العارفين وأحد أئمة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأحد أهل الله كما يسمونه بيقول على الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده وعشان كده مهم جدا تفهم إن النية الصالحة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد إيه الكلام ده عمشه أيوة ما هو أنت لما تروح تجيب واحد من إخواننا اللي نشروا صور الفقراء دي يقول لك لا لا أنت فهم دي غلط أنا والله يا عم الشيخ ما أقصدش إن أنا أرأي الناس إن ما لتقصد إيه سيدي أنا أقصد بس أعرف الناس رجال الأعمال عشان يعملوا زي أقول له لا عملك فاسد ونيتك الصالحة دي إن افترضنا صالحها ما تصلحش العمل الفاسد خالص أتبدا ولذلك حديث إنما الأعمال وبنيات اللي سيدنا الحبيب قاله بعد ما تصلي عليه قالوا إنما لكل امرئ ما نوى مش معنى النبي قالوا لكده قالوا لإني كان في واحد هاجر مع الصحابة ترك ماله وترك دياره وترك وطنه وترك بيته وهاجر مع الصحابة يا يبقى نال ثواب الهجر لا ده ما كانش مهاجر إلى الله وإلى رسول الله إما المهاجر لمين لوحدة بيحبها اسمها مقايس فسمي بمهاجر أم مقايس عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه وعلشان كده اوعى تنشغل بالناس لأن من شغل من انشغل بالناس أضاع رضا رب الناس اسمع كده ومن من الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيده الشعر بيقولك مين مننا يستطيع يرضي كل النفوس علشان كده ستين أرابع العدوية اسمع قالت بيتونجو ما القوي عايزك تحطهم نصبينك النهاردة ما لايش دعب الناس وهقولك علامات الإخلاص المهمة دي أول علامة أن تنشغل برضى الله سبحانه وتعالى ولا يعنيك رضا الناس في شيء خالص مهما قالوا وحط نصبينك والله لو صاحب المرء جبريلا لم يسلم من القال والقيل قد قالوا في الله أكوالا ملفقدا تكلموا على ربنا أو والله تكلموا على ربنا وقالت اليهود يد الله مغلولا أولت أيديهم ونعنوا بما قالوا الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ومنهم من قال إن الله فقير ونحن أغنياء استنى هو أنت أحسن من ستين عائشة التي تكلم عنها الناس استنى هو أنت أحسن من سيدنا أبو بكر الذي أعتق بلال بن رباح لله حسبة وإخلاصا لله قالوا آه هو ما أعتقش بلال لله أما الإيه قالوا أعتق بلال ليدن لبلال عند أبي بكر يعني إيه ليدن لبلال يعني لمعروف صنعه بلال في أبو بكر أبو بكر ما طلعش بيان إعلامي وما نزلش على صفحته على الفيسبوك لا لا خالص إنما سيكت لأن أبو بكر عارف طريق الإخلاص رضوان الله عليه وأرضاه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة